السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوصمدي هنه هن شاء الله غنقدم وحد الحلقة لي في حقيقة فريدة من نوعها وش حلم واحد كي سووني على هاد القضية ديال الكيلو ديال الانانب كيفاش يعني المربين محترفين كي تتعاملوا مع الكيلو ديال الانانب يعني هو الكيلو كي تغير على حسب الايام ولكن كيفاش كي المربي المحترف كي تتعامل مع البيع ديال الانانب يعني بالكيلو وكيفاش كي تتعامل يعني باش يبيع بالكيلو و باش يبيع بالكسيبة يعني أنا وغادي بيع مثلا واحد الأم جاهزة أو واحد دكر جاهز خصو يكون عنه واحد تقنية يعني كي ديرو كي يستعملوا وها المحترفين هالتقنية هي كالتالي يعني بلا شك ان شحلم واحد يلقاء صعوبة في البيع ديال الاني في البدايات بدايات ديال اي واحد كي يلقاه في الصعوبة في التصويق منين كي بقى يبحثوا مع مرور الايام كيقدر يعني يقلب على شي واحد يبقى يدفعله إما كي الزار إما يبيع في الصوق إما بالزاف ديال المهم لابد ما يكون عنده واحد الحل مني كي يلقى ديال الحل كي بقى حاير كيف شحال قدين بيع انايا هاد هاد الأرانب ويعني إلا مشوا فاتوا او الوزن ديال الجوز كيلو او ثلاثة كيلو كيفاش غادي ندير نبيعهم خصا انه ديال الساعة ما كيبقوش كيتباعوا بالكيلو لان ديال الساعة كتولي واحد دير وانتهي بغيت بيه واحد الانثى الكسيبة يعني بشي واحد بش انها غادي تزاوج وغادي تولد له واش غادي نبيعوها بالكيلو ما يمكنش يعني ديال الحاجة ديال الكيلو كتكون يعني ماشي ديال المزاوجة او الى ما عارفش هان تلقيتي فرصة انك تفهم بالكيلو يعني بش تبيع بالميزان ماشي هو انه غادي تبيع واحد الحاجة واحد دكر مثلا بش يلقح ولا واحد دكر سلالة ولا حد انثى سلالة ولا انثى حاملة الحاملة ببحدها تقدر تبيعها بكتر في التامان الانثى يعني يالله غادي توجد حوث انك تكون بتامان ولكن احنا نحضروا ما بين اولا نحضروا ما بين الانثى يعني اللي غادي 8 ديال الكيلو وتمن ديال الكسيبة 8 ديال الكيلو وهو يعني الانانب اللي انت يا بقي مدرسي لهمش ليبرا لانا ما حد دك غي غادي ديالهم ليبرا غادي تحس بالارنب ديالك طيح لك غالي لانا دك تسعة دنام مركة تفرق ساعة درام ديال كوني بخافاك ديالك الليبرا ديال تسمم دموي منيك تدقها لعصة في يعني رعا فات تلت شهور يعني عيه يخصك كي تفوت تلت شهور خصت تدقها منيك تدق لها ليبرا كيولي هذيك الأرنب ماشي ديال الكيلو ما غدتش بيعوا بالكيلو كيولي ديال الكسيبة منيك يولي ديال الكسيبة هذا سر غدي نعطيه لكم وهو شحار كي لعب التمن ديال الكيلو ديال الميزان أولا الميزان كي بقي لكي لعب ديما ما بين 30 درهم تل 35 درهم يعني إما 30 درهم 33 درهم 32 درهم ديما هدو الميزان هو في الحقيقة الميزان كيفاش كيف تتعاملوا معها لكي تتعاملوا معها مع دجاج منيك يطلع دجاج تتعامل السعر ديال القنية وكي يطلع عود العواشر نحن كنقوله العواشر مثلا في شيء أعياد الناس كي بغو استعملوا القنية والأنانيم عودتانيك يطلعوا لهم السعر ديالهم ولكن نحن في الحلقة هذي سنضروا على الفرق ما بين الكسيبة والسعر ديال الكيلو ديال الكيلو أنا ركك لكم كيتراوح ما بين 30 درهم تل 35 درهم كي بقي لعب ما بين 30، 32، 32، 34، 34 تل 35 درهم والختراوش بالنسبة إذا بغيت تبيعه في السوق هذا شيء شغلك يعني كتبقى تبيعه بالميزان بلا ميزان يعني لك أنت ما بغيش تغش وكتيب يعني بغي تتحلل رزقك أنك كتوزن هذا الأرنب وكتبيعه بالميزان يعني ممكن أنك تطيح وحد درهم جوج لا تعامل هذي ماشي مشكي ولكن بالميزان الأحسن تبيعه بالميزان وخا كتبيع أنت في السوق ممكن أنك تبيع بالميزان يعني عينيا هي كتبان عينيا هكا أرنب رك جايبه ولكن تيار بينك وبين راسك رك عارف بليش حال فيه ديال الميزان أما سعر ديال الأرنب ديال الكسيبة عقلو على الثامان وهو خمسين درهم تلخمسة وخمسين درهم من تكون عندكم شيء أنثى يعني كبيرة وبغيت تبيعوها الكسيبة كتوزنوها هي أغالي بنكة كي يقولك ميتين درهم يسمو المعنى ديال ميتين درهم هذا اللي كيقولك ميتين درهم راح رايح رايحي علاش لأن الأنثى بارغة غالبا تكون فيها 4 كيلو 4 كيلو بخمسين درهم هي ميتين درهم تفق معاكم كيكون تمان يقدر يكون ميتين ميتين وعشرين درهم هي هاديك مختلات كيوصل لخمسة وخمسين درهم إذا ضربنا خمسة وخمسين درهم فربعة هي هاديك ميتين وعشرين درهم ولإنز واشي واحد كيس حبرسوها كيتشطر هاد التقنية هادي أرا ما فيها لاشطرة لأولو إذا لمشيتها كان عندك ارنب كبير إما ذكر حالك أو انثى وزنو وضرب الميزان في خمسة وخمسين درهم وذلك الشي اللي يخرج لك أراه والتمن ديالو الحقيقي اللي خصو يكون فيها سر من الأسرار اللي كيستعملوها حريفية في هذا المجال أنا قدمت لكم كهدية إن شاء الله في هذا الحلقة هذه عقلو خمسين درهم تر خمسة وخمسين درهم هادو الحواجي اللي كسيبة اللي يعني جوجل هم يبراء سوف يوصلو 3 كيلو 4 كيلو هداك والتمن ديالو قادية ديال أونثى ولا داكر ماشي مشكلة بحل 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 داكر بحل الأونثى غيية الأونثى منيك تكون حاملة ما حاولوا أنك ما تنزلوش على خمسة وخمسين درهم لأن تلقيح راح توقيت تحسب إلا مشي تلقحت الأونثى عندك في الداكر ديالك لأن الداكر ديالك راته هادوك الماديالو راح توقي سوى ثمان يعني ما تنزلوش على خمسة وخمسين درهم إلا كانت فيها 4 كيلو صافية هادوك راتي تكون بـ 220 درهم 220 درهم هذا هو التمن الأصلي ديال الأونثى كين حالات خاصة ومسو لالات مثلا كتكون البابيون تقدر تزيد شي حاجة لأن البابيون مشي هو ماشي هو نيو زيلاندي نيو زيلاندي ناقص شوية على البابيون البابيون تبارك الله كي يكبر دغيا كي وفا دغيا كي يعني الأرجو ديالو الخلفية كتبالك صافي وقف دغيا أما نيو زيلاندي ولا شانشيلا واه شانشيلا شانشيلا تاوز زيل في الثامن شي شوية حالين اللي لاجينا نصنفوهم ممكن أنك تدير نيو زيلاندي تديرو معه معه مع الكاليفورني وشانشيلا تديرها صح شانشيلا أصليا مشي الشانشيلا اللي اللي نفهم قمقن الشانشيلا اللي كتكون بزطة هذيك ممكن أنك تصنفها مع السلالات هي والبابيون هادو بجوج مطيحوش على 55 درهم الكيلو اني مشي تبيعو دك شي عيني يعني أعطيني 300 درهم أعطيني 250 درهم لا بينكم وراسكم راه الميزان هو اللي كيف صل بينين تشوفوا راسكم بغين تبيعو يكون عندكم ميزان وزنو إلا مشيتو توزنتو راه هادا هو التامن الأصلي هنا دي راه حلقة هادشي أسرار كيتعاملوا بهم الحريفية هنا حطيتو لكم على طابقة من دهب كنظرنا أن الحلقة تكون راقصكم كنتمنى أنها تكون راقصكم و كنشكركم على التعاليق طيبة دي لكم الناس يمازل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديب الدعم دي لكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة دي لكم تكيو على زر الجرس كي يصلككم جديد دي لوسكي على زر الجام باش تسندونا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا